موسيقى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد من اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في اختيار الأحاديث التي وعدناكم بها وهي الأحاديث المشتهرة والمتداولة بين الناس لنميز بين ما كان منها صحيحا وما كان منها غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حريص كل الحرص على أن أختار الأحاديث التي قد اشتهرت بالفعل بين الناس وليست تلك الأحاديث الضعيفة التي لا يعرفها إلا العلماء المتخصصون فهي وإن كانت ضعيفة لكن الحمد لله أنها لم تنتشر ولم تشتهر بين الناس فلا حاجة إلى الكلام عليها ولا التحذير منها لأنها قد كفين مؤنتها بحمد الله تعالى بعدم اشتهارها وانتشارها بين الناس ثم أنا حريص أيضا على أن أذكر في ثنايا حديثي عن كل حديث من تلك الأحاديث طرفا من دقة علماء الحديث في نقد هذه الأحاديث ومعرفته التمييز بين ما كان منها صحيحا وما كان منها غير صحيح فنذكر في ثنايا حديثنا عن تلك الأحاديث بعض الضوابط وبعض القواعد وبعض الأسس التي يعتمد عليها علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا لتمييز الأحاديث ومعرفة الصحيح منها من غير الصحيحة أول الأحاديث التي سنتناولها إن شاء الله تعالى حديث يقول الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له هذا الحديث حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقله أبدا وقبل أن نخوض في بيان سبب ذلك نحب أن نلفت النظر إلى أن مكانة العقل في الإسلام مكانة رفيعة لا تحتاج إلى مثل هذا الحديث الباطل الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكم وجدنا في كتاب الله عز وجل دعوة إلى التعقل وإلى الأخذ بالحجة والبرهان وكم رأينا في كتاب الله تبارك وتعالى إنكار المولى سبحانه وتعالى على من لا يستفيد بعقله ليوصله إلى الإيمان بالله تعالى كما يقول الله في أكثر من موضع أفلا تعقلون أفلا تعقلون فإذن العقل منزلته في الإسلام منزلة سامية ولولا العقل ما كان بإمكان المرء أن يميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخير والشر فالعقل بطبيعة الحال لا يحتاج ولا نحتاج إلى إثبات مكانته ومنزلته في الإسلام لكن عندما نقول هذا الحديث باطل يعني أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون كلاما قاله بعض الناس ثم أخطأ من أخطأ فجعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا موجود موجود في جملة كثيرة من الأحاديث الضعيفة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون الكلام في نفسه كلاما صحيحا كلاما ليس فيه ما يستنكر ولكنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو من كلام صحابي من كلام تابعي من كلام بعض الحكماء من كلام بعض الوعاظ من الإسرائيليات قد يكون شيئا من ذلك لكن بحثنا هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا لأنه ليس كل ما كان حقا يلزم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بنفس تلك الألفاظ نفس هذه العبارات ولكن ما قاله الرسول عليه وسلم فهو حق بطبيعة الحال وهنا ينبغي أن نكون متفهمين لهذا الفارق لأن بعض الناس إذا ما وجدت كلاما كلاما مستقيما كلاما موافقا للقرآن موافقا لتعاليم الإسلام المعروفة يتصور أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس صوابا فكما أننا لا يجوز لنا أن ننسب إلى الله عز وجل كلاما قاله الرسول عليه السلام وإنما ننسبه إلى قائله وهو رسول الله عليه السلام ولا أن ننسب إلى رسول الله كلاما قاله الصحابي أو أحد من الصحابة الكرام وإن كان كلاما صحيحا فلابد من تمييز ذلك أذكر في مرة من المرات كنا في مجلس فقال أحد الجالسين قال الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات فأنكر عليه بعض شيوخنا وعلمائنا في هذا المجلس وقال له هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هو من القرآن فإذن ينبغي أن نفرق نحن حينما نقول هذا حديث باطل هذا حديث منكر لا يصح أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قاله غير النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم أن كلام النبي له قداسة معينة وله منزلة معينة ويحتج به في دين الله عز وجل وتبنى عليه الأحكام الشرعية ويعرف به الحلال والحرام بخلاف كلام غيره من الناس حتى ولو كان من الصحابة فالصحاب قد يصيب وقد يخطئ الصحاب قد يقول القول ويرجع عنه بعد ذلك يختلف اجتهاده في المسألة الصحاب قد يقول القول ويخالفه صحابي آخر إذن كلام الصحابي ليس معصوما بخلاف كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهو كلام معصوم صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن نعرف كل قول وقائلة ولا نضيف ولا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاما لم يقله فهذا الحديث الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له لما تعرض له الإمام النسائي والإمام النسائي معروف صاحب السنن المعروفة وهو إمام كبير من أئمة الحديث الكبار الفحول لما تعرض لهذا الحديث قال هذا حديث باطل منكر هذا حديث باطل منكر وهذا من دقة هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعلم عرفته بحديث رسول الله من كلام غيره وتمييزه بينما صح عن رسول الله وما لم يصح وهناك كتاب يسمى بكتاب العقل هذا الكتاب ألفه رجل اسمه داود ابن المحبر وهذا الرجل العلماء كذبوا وقالوا هو كذب وقالوا أيضا إن الكتاب الذي جمعه في أحاديث العقل كلها أحاديث موضوعة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا نلفت النظر إلى جانب من دقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إن من علامة كون الرجل كاذبا عند علماء الحديث أن يتفرد بأحاديث كثيرة لا يرويها غيره ثم عندما يدقق الأئمة نظرهم في هذه الأحاديث يظهر لهم أنها ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون هذه الأحاديث منكرة هذه الأحاديث باطلة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ الرجل فيروي حديثا خطأا من قبل نفسه فيقول العلماء هذا الحديث خطأ لكن لا يتكلمون في الروي نفسه يقولون لعله ثقة أخطأ عن غير قصد لكن أن يكثر ذلك منه يؤلف كتابا كاملا متضمنا معنى واحد أو متضمنا موضوعا واحدا وفي الوقت نفسه ما من حديث ذكره حول هذا الموضوع إلا وهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يترجح لدى أهل العلم أن هذا الرجل لم يخطئ بل كذب وتعمد بل كذب وتعمد وهذا نعرفه نحن في حياتنا اليومية نحن عندما يخبرنا أحد الناس بخبر ثم يتبين لنا أن هذا الخبر خلاف الحقيقة حينئذ نقول لهذا خبر أخطأ فيه ناقله لكن عندما نجد هذا المخبر الذي يخبر أخبرنا بهذا الخبر كثيرا ما يأتي بالأخبار التي تخالف الحقيقة فنحن يترجح لدينا أن هذا الرجل يتعمد الكذب وهذا يلاحظه الناس جميعا الآن نجد مثلا القنوات الفضائية هناك قناة لها مصداقية وهناك قناة ليس لها مصداقية كيف عرفنا أن هذه لها مصداقية وأن هذه ليست لها مصداقية التي لها مصداقية الناس عهدوا أن الأخبار التي تأتي من قبل هذه القناة غالبا ما تكون أخبارا صحيحة أخبارا موافقة للحقيقة أخبارا يتمين أن هذه القناة لا تتفرد به وإن كان لها السبق لكن تظهر بعد ذلك الدلائل على صدق ما نقلوا وعلى صدق ما قالوا لكثرة من ينقل مثل هذا الخبر الذي نقلوه وأخبروه به عندما يكثر من هذه القناة الصدق والإخبار من موافقة الواقع تكتسب هذه القناة عند المشاهدين مصداقية والعكس صحيحة عندما تأتينا قناة نحن لا نعرف شأن هذه القناة قناة جديدة لا نعرف أهي قناة لها مصداقية أم لا لكن عهدنا عليها أنها كلما أخبرتنا بخبر ونقلت إلينا خبرا يتبين بعد ذلك أنه خبر كاذب ليس مرة أو مرتين بل هذه عادة مستمرة كلما أخبروا بخبر كلما تبين أنه كاذب حينئذ يغلب على ظننا ويترجح لدينا أن هذه القناة قناة ليست لها مصداقية قناة كاذبة تروج الكذب وتدعو إليه وتحدث الفتنة بين الناس هكذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ولهذا كانوا يختبرون الرواه يجرون لهم الاختبارات فكون رجل واحد يتفرد في موضوع واحد بعدد كبير من الأحاديث وكلها أحاديث مكذوبة موضوعة لا يأتي بها غيره ولا هي موجودة عند ثقات الرواة ومحدثيهم حينئذ يغلب على ظن النقاد والعلماء أن هذا الرجل الكاذب لأنه لم يقع منه الخطأ مرة أو مرتين بل هذا ديدن وهذا شأنه وتلك عادته فيترجح لدى أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنه رجل كاذب فيما يدعيه وأن الكذب صار عادة عنده وصار ديدنا لديه وليس هو شيئا طارئا ربما وقع منه عن غير قصد نحن ذكرنا في اللقاء سابق لما جاء إسماعيل بن علي إلى يحيى بن معين يسأل عن أحاديث نفسه فماذا قال له ابن معين قال أنت مستقيم الحديث قال وكيف عرفتم ذلك قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة يعني يريد الإمام بن معين أن يقول له نحن عرفنا أنك إنسان صادق وجربنا عليك الصدق لأنك إذا أخبرت بخبر وجدنا أخبارك في الغالب الأعم موافقة لأخبار الثقات فكلما كان ما أخبر به الإنسان موافقا لما أخبر به غيره دل ذلك على صدقه لأن الصدق من شأنه أن ينتشر وأن يتوافق عليه الناس بخلاف الكذب فهو من شأنه الانفراد فلو فردنا مثلا أن هناك خمسة من الرواة كلهم أخبروا بخبر صادق فبطبيعة الحال أنهم سيخبرون بشيء واحد يتفقون عليه أما إذا كل واحد منهم كذب فيما أخبر به فهذا سيكذب على وجه وهذا سيكذب فيقول قولا آخر وهذا سيكذب فيقول قولا ثالثا وهذا يقول قولا رابعا وهذا يقول قولا خامسا لأن الكذب والباطل من شأنه التعدد أما الحق فهو واحد لا يتعدد واحد كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكما قال سبحانه تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا كان طريق الله واحدا أما الطرق المضللة فهي كثيرة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خط خطا طويلا وخط من على جانبيه خطوطا معوجة وقال هذا سبيل الله وهذه السبل أو الطرق على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طريقه وإلى رضوانه وجنته إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر